اهلا بكل متابعي قناة انيمال سيكرتز في كل مكان معاكم دكتورة اميرة متحد في فيديو جديد لكل المهتمين بتربية الكلاب موضوع فيديو النهاردة هو تزويج الكلاب وحنتكلم فيه عن سن التزاوج المناسب للذكور والاناس وفترات التبويض وكيفية التزاوج والمشاكل الممكن تقابلكم وكمان حنتكلم عن فترة الحمل والولادة لكن لو لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس بداية كده هنتكلم عن التزاوج في الكلاب بغض النظر عن النوع والفصيلة اذا كان جيرمان او جولدن او بيتبول وقبل ما نفكر اننا نجوز الكلب بتاعنا لازم اول حاجة نرعيها هي السن لما الكلب يوصل للبلوغ ويوصل لسن المناسب للتزاوج بالنسبة للذكور البلوغ بيكون من سن سبعة او تمن شهور فيما فوق والسن الافضل للتزاوج طبعا بعد ما الكلب يعدي سنة ويفضل سنة وشهرين تقريبا الكلب الزاكر مالوش موسم تزاوج بيتجوز في اي وقت عكس الانصة ولو جوزت كلبك قبل ما يتم سنة احتمالية ان ما يحصلش حملة 75% بالاضافة ان الكلب اللي بيتجاوج صغير جسمه بيفضل قليل ونموه كمان بيقل اما بالنسبة للانسة البلوغ بيكون من عمر ست شهور فيما فوق يعني ممكن تتأخر الحيضة الاولى لحد عمر 12 شهر وبالنسبة للسن المناسب للتزاوج يفضل انك تفوت اول حيضة وتجوزها من تاني حيضة يعني حوالي 14 شهر تقريبا علشان النمو الجسد يكون اكتمل موعيد الحيضة للانسة بتنقسم لجزئين الاول لو الانسة تجوزت وتم الحمل يبقى الحيضة كل 6 شهور والتاني لو الانسة ما تجوزتش الحيضة الجاية بتبقى بعد 4 او 5 شهور ولو الموعيد دي اختلفت يبقى فيه خلال في الهرمونات ولازم تتابع مع دكتور وبالنسبة لكيفية التزاوج موضة الحيضة عند الانسة من 14 ل 15 يوم وفي بعض انواع من الكلاب ممكن توصل ل 19 يوم امتى بتبدأ عملية التزاوج؟ اول ما يتوقف نزول الدم عند الانسة وغالبا بيبقى في اليوم التاسع عملية التزاوج بتستمر فترة توصل لتسع ايام عملية التزاوج بتتم 3 مرات يوم بعد يوم يعني اليوم التاسع وال11 وال13 او اليوم الحداشر وال13 وال15 وفي حالات كتير بيتم الحمل من مرتين بس وبعد ما يتم عملية التزاوج ويتم الحمل هنتكلم دلوقتي عن فترة الحمل فترة الحمل بتتروح من بين 55 ل 68 يوم وده في الحالات اللي فيها مشاكل او مش منتظمة لكن الطبيعي شهرين يعني 60 يوم طيب ازاي اعرف ان الكلبة حامل؟ لو اول جوازة للكلبة حيبان عليها في اول اسبوع حنلاقي الصدري حينزل نسبياً لونه حيتحول للون الوردي وهيبقى فيه تغيير طبيعي واضح استعداداً للحمل ولو مش اول مرة تحمل يبقى هتظهر الاعراض بداية من الاسبوع الرابع او الخامس هتلاحظها مدان للكلبة وحركتها هتقل ويظهر انتفاخ في البطن وشهيتها هتزيد بشكل ملحوظ وحتاجر بمعدلات كبيرة وبالنسبة للاجراءات اللي بعملها مع الكلبة الحامل اولاً يفضل ان الكلبة الحامل تتعزل عن اي كلاب علشان الاجهاد سواء باللاعب او بالخناق مع كلاب تانية ويفضل كمان عدم رؤية الكلبة الحامل اي غريب علشان ما تخافش او تهجي معليه او تنبح عليه وتبزل مجهود كبير يفضل تمشية الكلبة الحامل لمدة نص ساعة يومياً وقبل الولادة بيومين هتلاحظ انتفاخ البطن طبعاً بالاضافة لانقطاع الكلبة عن الاكل وهتلاحظ وجود لبن في صدر الكلبة في اخر 3 ايام قبل الولادة وبالنسبة للولادة اثناء الولادة ممنوع وجود اي كائن غريب عليها لكلب ولا بني ادم علشان ممكن يحصل حاجة من اتنين اما هتوقف الولادة والجراوي هتموت في بطنها وتنزلهم ميتين او هتولد وتاكل الجراوي من الخفى عليهم الكلبة لو طولت في عملية الولادة عن 6 ساعات وانت شايف ان لسه في جراوي في بطنها يعني جابت جروه واحد وبس هتبدأ تدخل وتديها حقن الطلق صناعي ولما تتم عملية الولادة كاملة والحمد لله لكن الكلبة صدرها مفهوش لبن هتجيب اقراس مترنا من الصيدلية وتديها قرصين وبعد كده قرصه كل يوم ولغاية ما صدرها هينزل لبن هتستخدم اللبن الصناعي للجراوي زي رويا الكنين البتري او لبن اطفال بس يكون خالي من اللاكتوز وتردع الجراوي 3 سنطي لبن كل 3 ساعات وبعد الرضاعة هتمسح بقطنا منطقة الشرق بانتظام لحد ما الجروه يعمل اخراج لو لا قدر الله فيه جروه ضعيف ودرجة حرارته بردة يبقى بيموت ازاي تلحقه؟ هتجيب جلوكوز 5% والدفيف مية سخنة وتدي الجروة 5 سنطي بالفم والجراوي تبدأ تاكل من عمر 21 يوم ولغاية كده خلص فيديو النهر ده اتمنى تكونوا استفادتم منه لو ده حصل ما تنساش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة دمتم وحامنكم الاليف بألف خير